السلام عليكم حبيباتي سلام الزينات الغليات مرحبا بكم معايا في هادلا فيديو اللي راهي كلها حيوية ونشاط اللي راهي مديقوتيا ورايكارها ان شاء الله بإذن الله من خلال هادلا فيديو راكي رايحة تستمتعي معايا وكي رايحة تخدي كامل هادك الطاقة الإيجابية ما تنسيش بركة تشجعيني بجام ويلا نصلوا ونسلموا مع بعض الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوفوا مع بعض التفاصيل هنا ياخذت هديك الحاملة تالي زي بيس يعني ما رفا مرة على مرة نجوزهم هاكدا يا برك بشيفونا من الفوق ميأكو تعرفوا ما كشكي ما حاجة هاكدا نرغونوها بالطبع كانوا بزاف بلارات منهم كانوا خلاصوا لي زي بيس ولي كانوا فيهم راني فرغتهم دلت لهم رغيوة بالطبع بلليكيد فيسال ديالي تاع لايف اللي راهو بالعطل تاع القرنادين الريحة تاع الانتعاش والرغوة وش نقول لكم هنا رغونتهم بيا شللتهم خليتهم يقطروا نشفتهم تاني مليح مليح ومبعدها عاوت عمرت لهم كامل ليزي بيس ويعني ما كشكي ما يكون هاكدا الشغل بالطبع الله الله هادك تعغير نجوزو بركة كنت عارفوهم يعني ما يمتش نتيجة مليحة ومبعد هنا وليت اللاماشينا لافي تاني نقيتها نقيتها بيا بايا كلين اكو تعرفوا هاد المنتوج الطبيعي السحري الجزائري اللي راهو 13 في واحد صراحة يمد نتيجة بزاف هايلة في الاكتروميناجي الفريجيدار هاكدا لاماشينا لافي لافيسال سيختو هادو ما ليجينك شغل هاكدا هاد الكولور غري ولميتاليزي هادو ما اح يعطيهم واحد الباليق بزاف هايل اليوم شوفوا معايا ركزت بزاف على الجوان شوفو كان في حالة نقيتو مليح مليح دلت له ايا كلين خليتو واحد زوشت قايق هاكدا ومبعدها مسحت بلوشيفون اديالي وصراحة نقالي كامل هادك جوان على داخل لانو لو كان نغفلو على هادك جوان راهو رايحي كشغل معايا الوقتي تزنجر والحاجة التانية رح يخلينا ريحة ماشي مليحة داخل لاماشين دينا وريحة ماشي مليحة في الحوايج هادك لو تيغواغ تاني حتى هو نقيتو اجبتو كامل هادك لو تيغواغ كو على بلكم مع السائل تا الغسيل تا الملابس وقع رح معايا الوقت كشغل تتراكم في هادكتر السوبات ورح يتشكل لنا فيها الكالكاغ لذلك لو تيغواغ هادا ما لازمش نغفلو عليه لازم حتى هو هاكدا مرة على مرة نتجبدوه ونقوة واي اكلين يقضي على الكالكاغ يقضي على الاوساخ على الصديد يعني هاي المنتوج طبيعي كيما قلت لكم وما عندوش حتى اثار جانبية لا على صحتنا للناس اللي عندهم حساسية جلدية ولا تنفسية يعني متخافوش كامل منو ما عندو لا رحالة ولورة وبيو وشوفوا لي النتيجة على ماشين يعني خرج التبرية ويا سلام عنا ضافة واتفح فيه باقل جهد متحكي مترغوني بزاف والنتيجة بزافها هاي لا ان شاء الله تلقاوها في الاسواق وانتو متاني اتجربوه وتنقيو به خاصة كيما قلت لكم الناس اللي عندها حساسية من مواد التنظيف وبعدها من الكوزينا راح تلي شامبغ لا شامبغ ديالي درت الفراش الفراش تعدراري جوزت لهم لاسبيغاتور ناس يقولو كي نكون ماشي معاولا سيق نحب نجوز لاسبيغاتور يعاوني بزاف بزاف على خطر راح يقضيلي على كامل الغبرة والشعار وش يكون كامل الاوسخ هاديك لي تكون كامل راح يرفضها لي مام اذا كان حبيت نسيقهم بعدها راح نجوز تجوز تجوزة غير خفيفة هنايا كنت شديد لفيتخ ديالي تاستيك جوزت على كامل وين عندي زجاج كي ما شتو هاديك العطاب الباس العطاب الكبيرة الباب هنايا راهي كامل بزجاج جوز تاني على المرايت اللي عندي في الصالون وبعدها لا مام شوز كي ما دفت فليشانبغ جوز الاسبيغاتور هنا في الصالون هنا راكو تشوفو شي وش فت التوليدي دي فاي غافلوني هاكدا يا اني اسبيري تكلش وكي نستعمل دايما الاسبيغاتور ناسبيري كلش هاكدا بش يقضيلي على كامل الغبرة وين ما كانت كي ما لي كادر ولي 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 نبدأ نمسحهم بكاش بخوضي ولي فسدولي نستعمل هاكدا الاسبيغاتور راح ياسبيري لكامل الغبرة لي تكون فيهم مام في الريدوات مام هاكدا عفايزة الدكور كي ما نوي ورات هادو كو كامل وبعدها نولي للارد ناسبيري التابي ناسبيري مام اللارد وكي ما قلت لكم ومبعد في الاخر كامل التسياق راح يكون ساهل ونجوز كي ما يقولو غير وين يشوف حمد في الاخر هنا بعد ما كملتو اسبيريت كامل الغبرة هاديك عطرت الصانو اديا لي بالمعطر هادا تاستيك اليوم استعملت هادا الصفر اول مرة نستعملو عندو واحد الريحة هبالية لبنات نصحكم تجربوهم هايلين تحطوهم هاكدا في الصانو عند المدخل تع الباب في الحمام تاني راح يخلو لكم ريحة بزاف هايلة وشوفوا لي النتيجة لا تزرزيق لا رغاوي لا والو والنتيجة من اروع ما يكون لا جهد لا تعب معي يتروحي موالو مرفط من فط موالو كي ما نقولكم دايما الاسبيراتور من الاشياء اللي فغي ما يعني تعاوننا بزا 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 هادا هو البنات اللي استعملتو اليومه لامارك بوستون راهو ميل دو سان وات ويرفد عشرين ريتلا كي ما را كنت شوفو معايا هادا راه كبير في الحجم ديالو راهو كامل اينوكس نشوفوه الداخل هادا يجي مغطي للموطر تعوب هاداك الفيلتر باش يحميهم الماء عدنا هاد الفيلتر الدوزيام اللي راهو لافاب ليحمينا تاني الاسبيراتور باش تجمع كامل غبرال داخل عندو هادا كلتو يولي فيه مترا ونص هادية اللي ناسبيرو بها كامل يعني الارضيات كالاش دار دو سول باركي وتاسبيرنا تاني مام لتابي والما وعندو هادا لبغة تاني اللي راهو ان بلاستيك وهادو ما الاكسسوارات لاماكن الضييقة كي ما ليفوتاي كي ما ليترواغ تاني وعندو دليل مستخدم اديالو مع شهادة الضمان عندو دوز موات دو غارنتي الحاجة المليحة فيه انو يرفضهوا الاكسسوارات ديالو والحاجة المليحة التانية اللي فيه انو ياسبيري الغبرة وياسبيري الماء تاني بويس الله يبارك ميل دوزام وات يعني لي ننصحكم بواحد لاسبيراتو غروعة للمنازل للحدائق للسيارات يعني يقول ليوا لي الواحد كل مرة يدي السيارة ديالو هاكدا اللافاج ويخسر الدرهمو سوف تنقلوا بها سيارة لكم يسبر لكم الماء و يسبر لكم الغبرة هاي الثاني هاكدا اخواتي شوفوا في اللي تابي تحبو تغسل اللي تابي ديا و لكم ما عندكم ش بلاسة ولا ما عندكم ش مجيرية اكرمكم الله وين يروح لكم الماء ولا يعني الاسبيغاتور هادا رح يعاون بزا 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 رح يسبر لنا كامل هادا كلمة الزايد سواء مي تابي هاكدا كين غسلهم شوفوا النتيجة بعينيكم اخواتي ولا ملرد تاني شوفوا ملرد كيفاش يرفد يعني يرفد لكم كامل هادا كالرغوة صدقوني في رمشة تعين بخاتي يكبل بزا في عاون الاخوات لي ما يقدرو شي نفضوا ما يقدرو شي عصروا ما لي ما عنداش تاني هاكدا وين يروح الماء كامل شوفهم يعني ما شاء الله وزيد بصوما راهي بزا في هايلا راهو بخوموسيون عند لاباش فيسبوك سوق الباراكة لاني رايحان نخلي لكم اللي يانديا لهم في صندوق الوص باش شوفوا كامل ووش عمدهم او يمكن تحبو تستفسروا ادلا سبيغاتوغ هادا تقدرو تطلبوه من خلال ارقام الهاتف لا يدهر هنا امامكم في الشاشة ولا من خلال رابط الموقع ديالهم راح نخلي لكم رابط الاستمارة في صندوق الوصف عليكم برك تعمروا اسموا اللاقب وتحطوا رقم الهاتف ديالكم وهو ما راح يتوصلوا معاكم باش يأكدوا الطلبية ديالكم وراح يجيبوه لكم حتى باب المنزل قلتلكم راهو بخوموسيون اخواتي بعد ما كان السعر اديالو مليون وتسعمية وخمسين الف حاليا راهو مليون وسبعمية وتسعين الف والتوصل راه متوفر لكامل ولايات الوطن وشوفوا راهو ياسبيري وعندو تاني الخاصية تاع سوفلغ وانشالله لي ما زال ما كسبتش اسبيغاتور تكسبوه بالصحة ولهنا وتستعملو تاني بالصحة ولهنا راح يهنيك موحد التعب كبير كبير دو كانوا راحو نشوفوا معا بات اول وصفة حلوة ومن الوصفتلي مطلوبة ومحبوبة بكترة حلوة تليزيك لاغ الاكلير الفرنسي راح نديروه بطريقة سهلة وبسيطة باش تستمتعوا به وش نقولكم نتيجة من اروع ما يكن نبدأ وعلى بركة الله في كسرنا نحطو مي وخمسة وعشرين جرام حليب مي وخمسة وعشرين جرام ما نزيدو عليهم هنايا حوالي خمسة وثمانين جرام مارغارين نزيدو ملعقة صغيرة ولا ملعقة كبيرة ما تكونش مع مرأة السكر رشة ملح وملعقة صغيرة مع مرأة تاع لافاني لازم نكتروا لافاني بس كيفيهم كمية مليحة تاع البيض ونحطو الكسرنا دينا فوق النار حتدو بهديك الزبدة والكسرنا دينا ترفض الغلية هنا نحيو الكسرنا دينا من النار ونزيدو لها مية وخمسين جرام تاع فارينا اكوشتو الكاس يجي مقبب بيجي بومبي اكوشتو تاني المقادير بالكاس ونمديتها لكم بالقرام نخلطو مليحة الفارينا دينا تشرب هديك السوائل ومبعدا نعودو نرجع الكسرنا دينا فوق النار ونبقاو هكدا نحركو فيها حتا تشكلنا قشرة في الكسرنا دينا ونشوفو لابتا عناك شغل بدت تتلمكم انبول هنا لازم نخرجو لها كامل هادوك السوائل ليكونوا في مباشرة نحطوها في غي سيبيان واحد اخر ونحلوها هاكدا شوية باش تخرج لها كامل هاديك السخانة الكبيرة كي نشوفوها خلاص راه يتفات وخرجت له هاديك السخانة كامل ناخدو هنا ربع حبات بيت متوسطين في الحجم مايكونوش كبار في الحجم نخلطوهم قبل هاكدا يا ونبعد نجيبو الباتو غدينا ولا اللي عندها عجان تقدر تستعمل العجان اذا كان استعملتو العجان استعملو هاديك لابالت ولا لوكا ونبدأ ونزيدو في هاداك البيت شوية بشوية واحنا ران نخلطو هانا نستعملت لاباتو حتا نكملو كامل الكميات على البيت وشوفو لي القاوة اللي نتحصلو عليه انا حين تحصلو علي عجينا بهاد القاوة وتكون تبريي وتكون بيان ليس ناخدو لابات دينا نحطوها في اون بوش ونديرو لها اون دوي تكون كالي وتكون اون دوي كبيرة هانا شوفو نضغطو مليحة للعجين دينا داخل لابوش هاكدا باش نخرجو كامل فوقاعات الهواء اللي يكونو الداخل ونبعد نجيبو هنا يا البلاتو دينا نفرشو الورقة الطهي شوفو انا رسمت فيهم خوطوط ديرو فيهم تقريبا عشرة سنتيمتر ونبعد نبوشيو ولا ان نديرو هاكدا الازكلاغ دينا وننشكلوهم كيتكملو في الاخر تضغطو بلابوش ديالكم للاسفل عودو تمتم رفدوها للفوق ونبعد هادو كلي بوينت نشمخوا يدينا بشوي اما ونسقموهم نرشو عليهم رشا خفيفة تح السكر ناعم ونطيبوهم في فرن اعلى ميو سبعين الى ميو خمسة وسبعين دراجة النار تكون قليلة حتى ياخدو لكم هادو اللون الدهابي لازم يطيبو لكم بيا وفي غردهم باش يطيبو لكم ممليح نروحو دوكا للكريمة في كسرونة حطيت كاس حليب ملعقة كبيرة سكر ملعقة كبيرة ناشا ملعقة كبيرة كاكاو بودرا نحطو الكسرونة ديالنا فوق النار نبقى ونحركو حتى تعقد معانا الكريمة كي مراكو تشوفو بهادو اللون هادا اللي شهي مباشرة نهوية سخونة نزيدو لها حوالي هاكداك تمانين جرام من لاباتا غلاسي الشو كاس سنستعملت هادي الل هادي راي بيدوقتع شو كولانواء هاكدا بش الكريمة مجينيش بزاف حلوة ومم الدوق راح يجي بزاف هاي لنقطعوها مربعات تكون صغيرة ونزودوها مباشرة فوق الكريمة ديالنا وهي سخونة مع قطعة صغيرة تع زبدة ونخلطوهم مليح معا بعد حتى الدوب هاديك الشو كولا هنا يا نفرغو الكريمة ديالنا في غي سيبيون نغطوها بفيلم أليمانتر ونحطوها في تلاجة تتماسك دو كان رحو نخفو هاد الكريمة ديالنا لانو كشتوها احن تحصو على الكريمة تكون شوية تقيلة انا حين نخففوها هنايا بكريمة هادي عندي هنايا نص كاس ملابودخ شانتيي نزيد لها اقل شوية من نص كاس حلي بيكون بارد مليح مليح ونضربوهم بالباتور حتى نتحصو على قوام كريمي هنايا بعد ما بردت الكريمة باتيسياغ ديالي خرشتها متلاجة نعودو نضربوها شوية بالباتور ونبدأ ونزيدو في الكريمة شانتيي ديالنا شوية شوية حتى نزيدو كامل الكمية وحنا رانا نتخلطو احن تحصو على هاد الكريمة بهاد القوام هادا وجيناها هايلا اكوشتو في الكريمة درت غير مغير فاوحدة بارك تاع السكر باش كي نزيدو لها كرام شانتيي ونزيدو الشوكولة ما جيناش حلوة تقهم بزاف درت ثوقو في الحباست علي زيكلة الكريمة عمرتها في اون بوش ندلو لها اون دو يتكون رقيقة ونحشوهم هاكدا بهاد الشكل هادا ومن الفوق تاني لازم ندلوهم غلاساش تاع الشوكولة احنا اخديت حوالي 100 قرام من شوكولة تاع شوكاس كي ما كنتشوفو درت شوية من شوكولة اللي راي بدوق نوازات والاخرى اللي راي بدوق شوكولة نواغ نخلط شوكولة نواغ معا الاخرى باش نتحصل على اللون بزاف شباب انا مستلاح اضافة صراحة انا نحب شوكولة تاع ليزي كلاغ جينيك شغل شوية هاكدا كمو قرمشة باش تمدنا قرمشة بزاف هاي لاي كنتو تحبوها شوية طرية كي ما تاع المحلات وغا تقدروا تزيلوها شوية طرية 5 خاش وم بعدها تطلو وليزي كلاغ جديا ولكم وهايلي كانا النتيجة والشكل النهائي تاع ليزي كلاغ جديا ونا خردوش نقولكم ما شاء الله والله يعني احسن من تاع المحلات اكو تعرفوا دايما الحاجة اللي ندلوها في الدار راح تكون بنينا خير وخير وشوفوا النتيجة جوا فرغين الداخل وعملناهم طريقة سهلة واقتصادية وعلى بالنقع وشكين فيهم الداخل جربوهم وكيما العادة اذا كانت جربتوا اي وصفة من وصفاتي شاركوا لي تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام لكن راح تلقاوا لوليان ديالها في صندوق الوصف نروح ودوكا لوجبة الغاداء راح نعملوا بعاجينة واحدة نديروا بيتزا ونديروا سوفلي وجبة غاداء بزاف بنينا البيتزا ومعشوقة الجماهير يلا هنشوفوا الوصفة معا بعد اهنا يا في غي سيبياني راح نحط كاس واربع كاس ما يكون دافي نزيدوا عليهم هنا يا ملعقة كبيرة معمرة مليح السكر وعدنا مغرفة كبيرة خامرة الخبز الفورية عدنا زوج مغارف حالي ببودرة نخلطوهم هاكدا شوية ونزيدوا عليهم حوالي ثلث كاس تا الزيت ملعقة صغيرة معمرة تا الملح نخلطو كامل هاد المكونات هاكدا شوية بالفوي اليداوي مباشرة نحنزيدوا عليهم الفارينة الفارينة راح تكون على حساب الحاجة المهم نزيدوا الفارينة دينا شوية بشوية حتى نتحصلوا عليها جينة لتكون طرية وتلسق انا سعمت الفارينة تعصارك وعلى بلكم يعني ما نستغناش عليها تمدلي نتيجة بزاف هايلة وزيد رخيصة في الثامن ديالها وراه يمتوف راح تا في الحجم تا خمسة كيلو هاكدا يعني الحلواجيات وقال نصحكم بها يعني حتى سقاملكم يعني رخيصة وتمد نتيجة بزاف هايلة سواء هاكدا في العجين ولا في الحلويات هنا طميت العجينة ديالي مليح كما قودكم عجينة طريية تلسق في الآخر ستلاها مغرفة كبيرة تعزيت الزيتون طميتها ونخلوها تخمر نولو هنا اللافاخس عندي هنا في مقلة درت شوية زيت خديت هنا يا نص در الداجاج قطعتو الى شرائح درت عليه شوية ملح وخليتو يتقلها حتى تقريبا كشغل بداء ياخد لون ودخلو طيب هنا في هاد المرحلة ستلو حباب صلم قطعة الى شرائح مع فلفل حلو حمرو وخضر ونكملو هاكدا نقلوهم نزيدو لهم هنا التوابل قعدنا الفلفل لكحل العكري ودغت الكيوغي هاد اليامات راه جايني بزافة على الكيوغي صراحة انا ويعجبني الدوق يمد الدوق بزاف هاير خليتهم يتقلو مليح معابات نغطيو عليهم هاكدا باشتمتم هادا كلبصل والفلفل يدبالو والمهم نخلو لها فقس عنا الطيب حتى تشرب كامل السوائل ونخليوها تبرد اهلا يا وليت للعاجينة لقتها كي مشتوا معايا ضعفت في الحجم ديالها ديقازي ولا بات ديالنا بما انو العاجينة راهي شوية طريا نرشو مكان العمل بالفارينة ونقسموها اعلازج انا صراحة كنت حندير لهم هادك السوفلي قغاتيني ولا بيتزا كالدون ولا مي واحد مولا دي كان حب البيتزا وش درت هنا يا قسمتها في النص العجينة ووحدة درتها لهم هادك اللي السوفلي قغاتيني حجم كبير والاخراني حنديرها بيتزا هنحليت العجينة ديالي باش ندير قبل اول حاجة السوفلي هادك نحلو العجينة ديالنا بمساعدة الفارينة نحلوها تكون رقيقة بشكل دائري هاكذا السمك تقريبا 2 مليمتر ونبعدها نرفضو العجينة ديالنا ونحطوها فوق ورق الطهي ويدا كنتوا رايحين طيبوها في سنيوة حطوها فوق سنيوة لانو بعد ما نشكلو هاد السوفلي ديالنا ونعمروه بلا فقص ما نقدروش نرفضوه هنا نتبهو مليح اخواتي هنا كمشتو علمت بالكوبات باش يعني ندير العجينة ديالي النص يعني علمت بركوين نحط المكان مقسمتش العاجينة حطيت صلصة الطماطم لي وجتها كمشتو معايا نحطو هادك اللافخص لي تكون باردة نحاولو نوزعوها مليح مليح ونزيدو شوية تعل جبن المبشور وهنا بيانسور اللافخص ديالكم تقدرو تزيدو لها واش تحبو زيتون ايفيلي زيتون دين وايوتي ولا هادك الماييس تبقى يعني الاضافات كلها واش يكون توفر عندكم تحبو تديروها تاني بالطن لكم الاختيار وبعد ندهنو الاطراف بشوية تعال ما ونغلقو على البيتزا كالزون ديالنا ونضغطو شوية مليح على الجوانب هاكدا باش ما يتفتحوناش في الفرن هنا يا اه زيت من الفوق تاني شوية سلصة الطماطم سلصة طماطم شوفوا البنات نديروها تكون خاطرة وبعد نزيدو تاني كمية تعال جبن المبشور هنا تحبو تزيدو من الفوق زيتون ولافلف اللي حلو مقطع دوائر لكم الاختيار وندخلوهم للفرن على 180 الى 200 درجة مئوية اه يعني هادو ما المعجنات يحبو نار تكون قاوية هايليك هنا النتيجة تع السوفلي جنفخ فخ غاتيني واش نقول لكم في نفس الوقت هادك الاتناء انا كنت وجدت حلية العاجينة هادك اللي بقاتلي تاع البيتزا باش جيني موقر ما شالبنات حليتها بسميد الرقيق وتاني بنفس شي حتا هاكدا فوق هاد اللوحة هادي حطيت سلصة طماطم شوية من هاديك الافاقس اللي طيبتها زيت الجبن المبشور اعشاب عطرية ودخلتها تاني للفرن كي ما را كنت شوفوا معايا حتى هي طابت وتحمرت كي ما يحب الخاطر هايليك هنا النتيجة امامكم وهي سخونا غي نخرجها من الفرن حب ندهنها كامل بزيت الزيتون خاصة على الجوانب راح تعطي لها اللمعة واكدا راح تزيد لها حتى في البنة وراح نشوفوا النتيجة راح نتحصلوا على بيتزا بزا فبنينات تجمع بين القرماشة على جل هادك السميد اللي درنا وتجي اسفنجية خفيفة رطبا من الفوق تجي بزاف هايلا بلا ما نهضروا ولا بلا ما ننسوا التفرميج شوفوا لي هادك التفرميج اليوم دينا هالها الفازو في التفرميج خرجت واحدة البيتزا ما شاء الله وصفة ناجحة اخواتي تقدروا تديروا بها يعني على كل حال ماشي غربك هادك السوفلي ولا البيتزا تقدروا تستعملوها في العديد من المعجنات ما بقى لي برك في الاخر قلكم شاهدكم في الجنة حبيبات قلبي خاصة اني راهم يتوحموا ان شاء الله تجربوها وتبردوا قلبكم كانت ديا الوصفة تعنات على النهار اليوم وهذا هو الفيديو تعنات على النهار اليوم ما تنسوش تجعوني بجامل لا فيديو تهلا في صحتكم احبكم في الله في امان الله